موسيقى عاشت فلسطين حرة دي الحقيقة الأكيدة ده اليقين الواقع في وجدان وفي عقول المصريين ومش هبالغ لو قلت في كل الشعوب العربية نرجع لحضراتكم مرة تانية بعد إيقاف البث لمدة يمكن وصلت لثلاثة أيام إيمانا حقيقة من نادي الأهلي بدوره ومسؤوليته في تقديم الدعم المعنوي لأشققنا مش بس في غزة ولكن لكل شعب فلسطين ولكل القضية الفلسطينية دور مش جديد دور أصيل دور ممتد الحقيقة لنادي الأهلي نادي الوطنية وإذا كنت بتتكلم حقيقي عن سفير للكرة والرياضة العربية والإفريقية الأهم على مستوى العالم يبقى بتتكلم على النادي الأهلي ويمكن ده يكون أقل لأنواع الدعم لكن مش ده الدعم الوحيد الحقيقة يمكن في أكتر من وسيلة بيحاول النادي الأهلي إنه يدعم بيها أشققنا في غزة على أرض الواقع ويمكن أولها ومش آخرها أولها طبعا هو قرار دارة النادي الأهلي ومجلس دارة النادي الأهلي بتخصيص كامل عائد مباراة الأهلي وسيمبل اللي هتقام في القاهرة واللي يستضفها الأستاذ إن شاء الله يوم الثلاثة المقبل لصالح أشققنا في فلسطين يمكن حتى كمان دي مباراة الوحيدة اللي هتمثل استثناء لأنه النادي كمان قرر أن يلغي في هذه المباراة الدعوات المجانية عشان يحاول يعظم أكبر قدر من الاستفادة لأشققنا من فلسطين وفي نفس الإطار ده يمكن كان فيه مخطبة لكل الجهات المعنية في محاولة للحصول على موافقة الحضور في المباراة دي بالساعة الكاملة لأستاذ القاهرة كمان قدرت النادي الحقيقة حصل بينها تواصل وقررت أنها تخطب وزارة الصحة عشان يتم توفير عربيات مجهزة تابع الوزارة الصحة طبعا في يوم المباراة عشان يتمكن جمهور النادي الأهلي من التبرع بالدم لأشققنا في فلسطين ده الحقيقة يمكن أقل واجب ممكن تقديمه لأشققنا في فلسطين وهو الحقيقة واجب مش بس المعسسات الرياضية ومش بس الكائنات الكبيرة زي النادي الأهلي لكنه كمان واجب مستمد الحقيقة من مواقف الدولة المصرية وإرادة الدولة المصرية والشعب المصري بأكمله ترجمة نانسي قنقر